اخبار اليوم لا يخفى على احد وكان رجل نحسبه من المجاهدين المخلصين وكان عضوا في هيئة كبار العلماء خلص العزاء لفقيدنا الراحل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نلحقه على الايمان والدين غير خزايا ولا مفتنين ولا مبدلين ولا مضيعين اللهم امين رحمة الله عليه رحمة واسعة وغفر الله له بمغفرته يا رب العالمين